اللي شافوا بشكل واضح كل المصريين الفترة اللي فاتت عشان لما كنا بنتكلم دائما عن مخططات ضد الأمن القوم المصري الناس يمكن كانت بتشوف ده حديث بعيد لكن اللي حصل من بعد السابع في أكتوبر الناس شافت ده بوضوح واتطمنت لأنها عرفت أن احنا موجود عندنا قيادة سياسية قوية وحكيمة تدير الموقف بحكمة شديدة وتحافظ على الأمن القومي المصري خلينا نروح كمان مع حضراتكم لتصريحات المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي واللي قال أنه مصر قدمت حوالي 70% من المساعدات اللي دخلت غزة هم كانوا موجودين النهاردة في معبر رفع حناك وأضاف كمان المستشار محمود فوزي أنه سيد الرئيس أكد على أنه مسألة تهجير الفلسطينيين لمصر ده خط أحمر وكمان أضاف المستشار محمود فوزي أنه مصر لن تغلق معبر رفع نهائيا وده اللي يمكن أكد عليه كمان سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية أمس بالإستاد عايزة كمان أسيب حضراتكم مع زيارة وفد الحملة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي زي ما كنت بقول حضراتكم النهاردة الصبح كانوا موجودين بيزوروا عدد من المصابين والجرحة الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة اللي دخلوا علشان يتعالجوا فيه مستشفى العريش العام في شمال سينة وده مهم جدا لأنه لما شفنا الطفل بيستغيث بالمصريين تعرف وتتأكد دور الدولة المصرية القوي اللي بيصل للجميع اللي ماينفعش حد يزايد عليه لأنه الناس بتبقى جاية من ضمار كبير جدا جاية تتعالج وأملها في المصريين فإنها تلاقي المسؤولين المصريين موجودين حواليهم بيدعموهم ده شيء مهم اشتركوا في القناة